في ظل المتابعة الخاصة لجلسات وورش عمل كاب 27 بالطبع هناك العديد من الملفات التي يتم مناقشتها ومنها استخدام الطاقة الجديدة وقد رصدنا بالفعل من قبل أول طائرة تعمل بيئة الوقود الصديق للبيئة التي هبطت في مطار شرم الشيخ الدولي ولكن نتحدث أكثر عن تحول فكرة نظام الطيران لنظام صديق للبيئة معي الآن ضيفتي على الهواء ميسيز جين هوبي وهي ممثلة منظمة الطيران المدني لمؤتمر المناخ أو المبعوثة لمؤتمر المناخ نرحب بها الآن ميسيز جين ناثين أهلا بك سيدة جين لإنضمامك كمان على القناة الأولى نتحدث عن التحول الأخضر كيف لنا أن التحول الأخضر خاصة في ظل استخدام طاقة أو الوقود الأخضر كيف ننفذه على الأرض الواقع رائع جدا وبالنسبة لي أن أكون هنا بعد تولي منصبي من شهر واحد في المنظمة الدولية للطيران المدني إن هذه قرارات مهمة خاصة في متعلق باستدامة الطيران في المستقبل أن نوائم أهدافنا لطيران الدولي مع أهداف درجة الحرارة وفقا لباريسا انتفقت باستدامة باستدامة الدولي وناله هدفنا نطمح إلى تحقيقه وهو الحياد الصفري بحلول عام 2050 سيكون هناك آثار قوية ولكن ستأخذ دراسات قوية والتي فيما تعلق ببعض الأجرات للقواعد والقوانين خاصة بالطيران ومن أفضل جزء بالنسبة لأنه فيما تعلق بالتنفيذ بتعد عن الحد الصفري أو الحد الزيرو فإننا نتكلم عن أن 50% من الوقود تأتي أن استخدامنا في الوقود النظيفة والطاقة التي تنبعث سانيكسيز الكربون ولكن يمكننا أن نخلطها مع الوقود الأخضر ومع هذا النوع من الخليط هناك أخبار جيدة أن هناك بعض الدول التي تقلل من انبعاثتها من ثانيكسيز الكربون ولكن كل الدولة يمكن أن تكون واحدة من الدول التي تسعى إلى تطبيق الوقود المستدام نحن نسعى إلى تطبيق برامج بناء القدرات ودراسات القدوة والخطط وغيرها من الأعمال ونحن بالفعل نسعى إلى دعم من مالي أكبر حتى يكون كل دول الأعضاء كان يكون عضوا ودور لهم دور اللعب في عملية الوصول من الحدم المخاطر كوارث وأيضا أن نصل إلى عملية دراج بعض الخدمات وسوف نرى بالعام المقبل نكون قادرين على التوصول إلى نسبة 100% من استخدام الوقود الأخضر ونظيفة ربما لكم هناك التقدم ليس سريعا ولكنه مستمر وأيضا هناك رحلة يمكن أن نستخدم هذا الوقود في الرحلات القصيرة وهو بالنسبة لنا نقوم نقطة مهمة جدا في عملية الوقود نحن وقتين هنا لنعلن عن هذه الأخبار الجيدة ولكن أيضا أن نتعاون مع الإجراءات المتخذة هناك لكن كما تعلمون أن عملية الوقود المستدام سوف يتم تطبيقه في المرحلات الجوية المحلية والدولية وإذن لابد أن نعرف الإطارات التي نحاول أن نسعى إلى توفيرها في عملية التنفيذ لابد من مؤامتها مع كافة الخطط نحن سعداء به هنا لأن نمضي قدما في عملية الإستدامة لعملية الطيران المستدامة وطيران دولي نحن نطمح جميعا وننتظر إلى التنفيذ الكامل والمتكامل لهذا العمل وشكرا لإنضممك معنا وكما رأينا هي فكرة التحول الأخضر جزء منه هو التحول للوقود المستخدم في الطائرات وهذا أيضا الوقود ربما لن يستخدم فقط في الرحلات الداخلية ولكن أيضا الرحلات الخارجية والرحلات الدولية وفكرة أيضا أن الوقود الأخضر هو أسهل بالنسبة لبعض الدول من الوقود الحفري ولكن علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الوصول لهذه الحلول والتطبيق الفعلي لها حسب سمة كاب 27 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر